أهلاً وسهلاً فيك ألف مبروك نحن دائماً فخورين بالتايكواندو الأردنية سواء على مستوى اللاعبين أو مستوى التدريب وأيضاً مستوى الحكام هذه المرة طبعاً حضرتك حاصل على الحزام الأسود ثمانية دان وحاصل على جراند ماستر من الدرجة الأولى وأيضاً حاصل على الدرجة الأولى من لجنة الفاحصين وعلى درجة تحكيم في العالم طبعاً لو سمحت حدثنا قليلاً عن هذه البطولة ومعنى هذه الجائزة السيدية هي بطولة آسيا للناشئين وقيبت في بيت نام من 22 إلى 27 ثمانية شملة البطولة هي أربع بطولات كانت هي بومسي وبارا وفئة الأشبال والناشئين نعم أستاذ فكرة حصول الحكم على الجوائز أستاذ فكرة مهمة جداً لأنه التحكيم يتماشح حالياً مع التدريب وأيضاً مع مستوى اللاعبين فمهم جداً أنه يكون في عنا كبلد حكم مميز فتحكي لنا شوي عن الجائزة لو سمحت الشيء الطبيعي يجب أن يكون الحكام ملتزم من بداية اجتماع الحكام أي بسبق يوم البطول يوم تدريب يجب أن يكون ملتزم بالوقت بلباسه، بدخوله، بخروجه، فترة الاستراحة، دخوله للحلبة، بقعوده آل كورسي، بأداءه بالسنتر، أثناء ما بقوده المباراة، يجب أن يكون ملتزم وفاهم للقانون نظرياً وعملياً نعم، كيف التحكيم أستاذ بيأثر على مستوى اللاعبين؟ نحن الحمد لله في الأردن لدينا مستويات عالية جداً وإنجازات عالية جداً من ذهبية أولمبية وأيضاً ميداليات في بطولات عالمية وبطولة آسيا أيضاً على مستويات مختلفة ناشئين ورجال وسيدات كيف تحس تطور مستوى التحكيم ممكن ينعكس على مستوى اللعبة؟ إشي طبيعي، إشي طبيعي، يعني إحنا في فترة هاي تم التعديل بشهر ستة على قانون التحكيم الكاروجي، اللي هو القتال فاتفاجأنا يعني ظهرت أسماء مستوى العالم ما كانوا يظهروا، ما كانوا يظهروا لتعديل القانون تعديل القانون بالمرة هاي فاتهم فبصراحة يعني تعديل القانون يجب اللاعب يكون متابع له مئة بالمئة عشان بأثر عليه كثير كثير نعم، نعم مئة بالمئة وأستاذ كمان يعني الحديث أيضا عن تحكيم البومسي وتحكيم المباريات العادية الفرق بين تحكيم البومسي والمباريات العادية وهل يتخصص الحكم مثلا في تحكيم بومسي ولا يعني تحكيم مباريات عادية؟ نعم، الحكم البومسي يختلف عن حكم القتال حكم البومسي يتكون حكام البومسي للمبرأة من سبع حكام إلى خمس حكام حسب اللجنة المنظمة الحكام يمنحوا اللاعبين يدخلوا يعمل بومسيين بومسي من الفئات العالية وبومسي من الأسفل فعلى هذا الأساس بنبلش نعطيه نقاط اللاعب يدخل على الحلبة معه عشر نقاط وببلش كل خطأ يخصم عشر عشر في أن أخطاء يخصم عليها العشر وأخطاء يخصم عليها زيرو بونت إثري ثلاث عشر ومن ثم بتم تصنيف اللاعبين إلى النهاية أو بالشكل هذا البومسي بالطبع في فردي وزوجي مختلط وفريق وفريق فريستايل فريستايل قانونه يختلف بدك تشوف اللاعب بعد حركات معينة وكفات معينة بأداء الحركات الفنية الجام نقاط مهمة لازم أنه يطبقها أثناء أداء للبومسي نعم جميل جدا نسو تفضل 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 بدي أتمنى لك التوفيق حبيبي تسلم الله يخليك في أي شيء بتحب تضيف وتفضل وتشكركم على هاللفتة الرائعة بصراحة كنتم سبقين أنتم واتفاجأت يعني صفحة عراقية نسل الخبر ما بعرف كيف جاءواه فمنسلين الخبر فأنا كنت يعني بصراحة شاكر لإلهم ولإلكم على هالاستضافة الحلوة وشكرا للمحطتكم الرائدة شكرا لإلكم شكرا بالعكس أستاذ شرف لإلنا بالتأكيد يعني كل المميزين من الرياضيين الأردنيين والإداريين أيضا والحكام والمدربين شرف لإلنا أنه يعني نستضيفهم ونحتفي بإنجازاتهم الله يعطيك ألف عافية ودائما من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله شكرا جزيلا باركة جهودكم وشكرا لكم شكرا الله يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا